مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس مادة الفيزياء والكيمياء لمستوى السنة الثالثة نعتمد في هذه الدروس كما تلاحظون كتاب درس اليوم هو بعنوان قانون أم وعلاقته بالمقاومة الكهربائية خلال هذا الدرس سنعمق مفهوم الموصل الأومي وسنقوم بتمتيل مميزة هذا الموصل وسنستغل هذه المميزة لتحديد مقاومة الموصل الأومي ننجز التجربة التالية نختار موصل الأومي دي مقاومة مثلا 120 أوم نقوم بتغذية هذا الموصل الأومي بواسطة منبع للطيار الكهربائي بحيث نركب على التوالي مع المنبع والموصل الأومي جهاز أوم برمتر لقياس شدة الطيار التي تمر في الموصل الأومي وكذلك نركب جهاز فولت متر على التوازي مع الموصل الأومي لقياس التوتر بين مربطيه ثم نقوم بتغيير التوتر الكهربائي تدريجيا بين مربطي الموصل الأومي وذلك باختيار قياسات متعددة من خلال منبع الطيار في كل قياس نحدد شدة الطيار التي تمر في الموصل الأومي والتوتر الكهربائي بين مربطيه ندون عدة قياسات في جدولين ونقوم باستغلال هذه القياسات لتمثيل مميزة الموصل الأومي يظهر في الجدول مجموعة قياسات حصلنا عليها للتوتر الكهربائي بين مربطي الموصل الأومي ولشدة الطيار التي تمر فيه سنستغل هذه القياسات لتمثيل مميزة الموصل الأومي على ورق مليمتري لهذا يجب أن نحدد سلماً لتمثيل التوتر الكهربائي وكذلك لتمثيل شدة الطيار الكهربائي بحيث رأسياً نمثل التوتر الكهربائي وأفقياً نمثل شدة الطيار الكهربائي لتمثيل المميزة اخترنا واحد فولت لكل مربعين رأسيين وأفقياً عشر ميلي أمبير لكل مربعين لدينا أولاً الزوج صفر صفر يعني عندما لا يمر أي طيار كهربائي في الموصل الأومي في التوتر بين مربطيه منعدي لدينا الزوج صفر فاصل خمسة فولت تقابلها 4 ميلي أمبير إذن هذا الزوج سيعطينا نقطة أولى الزوج واحد فولت 8 ميلي أمبير نقطة ثانية وهكذا حتى نمثل جميع الأزواج في الجدول تمكننا مجموعة النقطة من رسم المميزة أي المنحنى الذي يمثل تغير التوتر بدلالة شدة الطيار الكهربائي نلاحظ أن المنحنى المحصل عليه هو عبارة عن مستقيم يمر من الأصل كما نسميه دالة خطية دالة خطية للتوتر بدلالة شدة الطيار نحسب المعامل الموجه للمستقيم وذلك بأخذ أي قيمة للتوتر الكهربائي ونقسمها على القيمة التي تقابلها لشدة الطيار الكهربائي مثلا ثلاثة فولت تقابلها خمسة وعشرين ميلي أمبير نقسم ثلاثة فولت على صفر فاصلة صفر خمسة وعشرين أمبير فنحصل على القيمة مية وعشرين أم هذه القيمة كما نلاحظ فهي توافق وتساوي قيمة مقاومة الموصل الأمي الذي استعمل في هذه التجربة فإذن هذه المميزة تمكننا من تحديد قيمة المقاومة الموصلية الأمي la caractéristique d'un conducteur ohmique permet de déterminer sa résistance électrique parce que le coefficient directeur de la droite nous donne directement la valeur de la résistance du conducteur ohmique vu que cette caractéristique est une droite dont le coefficient directeur est constant donc la caractéristique U en fonction de I d'un conducteur ohmique est une droite linéaire, c'est-à-dire elle passe par l'origine son coefficient directeur représente la résistance du conducteur ohmique on obtient la valeur de cette résistance en divisant une valeur de la tension U par la tension qui lui correspond de l'intensité I on peut conclure que la tension au borne d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité I qui le traverse et cela représente ce qu'on appelle la loi d'homme donc il est en focusing sur le motosil ohmique et on la mesure de l'intensité I de l'intensité I qui déterminera le motosil ohmique dans le motosil ohmique est un peu plus en utilisant un'utilité I et les utilisantsais cette caractéristique I la commissione des sécurité est en utilisant un expressions de l'intensité I d'un contentation qu'il y a des résultataires qu'il y a de l'intensité I soit sur le motosil ohmique تمكن المميزة من التعرف على قانون أوم إذن التوتر بين مربطي الموصل الأومي يتناسب اضطراضا مع شدة الطيار التي تمر فيه أي كلما تضاعف التوتر بعدد من المرات فإن شدة الطيار تتضاعف كذلك بنفس عدد المرات وبالتالي هناك تناسب التراضي إذن الصيغة الرياضية لقانون أوم هي U égale R fois I بحيث U تكون بالبولت و R بالأوم و I بشدة B الأمبير في النظام العالمي للوحدات تصفية نقيد تصفية نقود احسن تلك الطاقة نستمر نقدي جزيز نقود لذنية الضواجة هناك تولي والحوضة et U égale à R fois I, avec ces grandeurs en unités internationales, c'est-à-dire I en ampère, U en volt et R en ohm. La courbe U égale à F2I représente la tension au borne d'un dipôle en fonction de l'intensité que le traverse, est appelée caractéristique du dipôle. Dans le cas d'un conducteur ohmique, la courbe U égale à F2I est une droite qui passe par l'origine La tension au borne du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant Le coefficient de proportionnalité correspond à la valeur de la résistance Dans le cas d'un conducteur, nous allons ajouter le thème de la réaction لحساب شدة الطيار لحساب المقاومة ثم أخيرا لحساب التوتر الكهربائي في التمرين 8 أعطي لنا مميزة موصل أومي وطلب مننا أن نؤكد ذلك ونستغي لحساب المميزة لتحديد مقاومة هذا المصير الأومي La réponse à la première question de l'exercice 7 La relation qui traduit la loi d'Ohm est U égale R fois I Pour déterminer l'intensité du courant électrique on divise la valeur de la tension U par la résistance Dans notre exemple, 4 V divisé par 3, 33 Ohm ça nous donne 0,12 A On peut aussi utiliser la relation U égale R pour déterminer la résistance Donc la résistance est égale à U divisé par I ça nous fait 5 divisé par 0,15 ça nous donne 33,33 Ohm Dans la quatrième question on nous demande de calculer la tension connaissant l'intensité et la résistance Donc U égale R fois I, 47 Ohm fois 0,095 Ampère ça nous donne 4,46 V Il ne vaut pas oublier d'utiliser toujours les unités du système international c'est-à-dire le V, l'Ohm et l'A La réponse à la première question de l'exercice 8 puisque la caractéristique est une droite linéaire donc le dipôle étudié est un conducteur ohmique Pour la deuxième question on va exploiter la caractéristique on calcule le coefficient directeur de la droite Cette valeur représente la valeur de la résistance du conducteur ohmique Par exemple, on prend la valeur 6 V qui lui correspond 6 mA En convertissant 6 mA ça nous fait 0,006 A Donc la résistance R est égale à I sur I 6 V divisé par 0,006 mA ça nous fait 1000 Ohm égale 1 kOhm Donc la valeur de la résistance du conducteur ohmique étudié est 1 kOhm Aïzاء التلاميذ دمشوا في رعاية الله أقاكم في درس جديد إن شاء الله 部分 beyond change 1 ale 1 9 12 13 13 12